لا إله إلا الله تعبت نفسيا والله تعبت نفسيا بس يعني نتكلم عن الخبر هذا النادي النصر ينضم إلى قائمة الأنديا السعودية الممنوع من التسجيل اللي هما الأهلي النادي المشطوب أتوقع بسيها ولا أهلي النادي المشطوب فيه كذا نادي يتوقع ما علي من الأنديا كاملة نتكلم عن النصر فيتوريا مدربنا البرتغالي السابق الروي فيتوريا أشوف إحنا من متى فسخين عقدة كملنا الحين يمكن سنتين سنتين ونص يعني من مدة طويلة جدا طبعا سياسة الدوري السعودي إيش الأنديا السعودية مشهورة بشي واحد أفسخ عقدك وخليك تروح تشتكي وعلى بال ما تشتكي ويحكموا لك وأسوي استعناف أنا أدفع لك وقتها جمعت الفلوس وعطيك إياها ولا وما يعطيك إياها مرة واحدة لا يعطيك إياها بالشهور أقصاد كل الأنديا سوت هذه المشاكل وكل الأنديا عندها نفس القضايا هذه ولكن في بعض الأنديا لها سنة سنة ونص سنتين خلاص المشاكلة هذه نشوف أنها ما تفيد الفريق تتعكر مزاج الإدارة ما صاروا يسوونها عندك الهلال مثلا بريجوفيتش حق الناديا المشطوب من زمان فسخين عقدة كانوا يدفعون له باستمراري بشكل شهري بمبلغ مرعب لين قبل فترة خلاص دفعوا له كل شيء يتوقع وخلص باقي حتى قاري والنصر شوف القضايا ادخل وشوف ولا هالي تعبانين مساكين أنا أماسك عليكم سالفة حمدي النقاز ما حد يدفع له حمدي النقاز يا رجل الدي اناي مش كده يااخ كم مرة أقول لكم ضهير طولة مترين ما ينفع هذا في نيو كاسل نشوفه بس العموم نادي النصر ايش سوه أعطوهم مهلة محددة عشان يدفعون ما دفعوا عندما حكمت المحكمة الفيتوريا انه خلاص تجي فلوسه أعطوهم مهلة محددة هم قبل أصلا مقدمين استعناف هل أدفعوه له في المهلة المحددة هادي فأوقف تسجيل حبيبي انت براح تسجل هل القرار قابل الاستناف هل إذا دفعنا خلاص يروح ما أدري ما في الخبر مش مذكور يعني يعني الاندي السعودية تسوي هذا الحركة وإحنا أكثر دوري يغير أجانب في التاريخ تدخل بسبع أجانب الموسم الجاي عادي تغير ستة خمسة منهم كل الاندي تسوي زي كذا يعني الحركة هذه اللي أصلا صنف الدورينا من أسوأ عشر دوريات في العالم قبل فترة إحصائية الدوري السعودي من أسوأ عشر دوريات في العالم مش من الجودة ولا من الملاعب ولا من أي شيء سبب هذه السعودة القضايا اللي على الدوري نفسه كل الاندي عنده قضايا لكن أعيد وأكرر فيه اندي خلاص عرفت أن هذا الشيء مايفيد صارت تخلي الأجانب أي تكي كل العقد حقه وأعطيه رواتب وخلاص ما بينه وبينه شيء يا أفسخ عقده وأعطيه حقه كله خلاص روح عني حكي شكل هذه عيدية نصراويين هذه عيديتنا يعني إذا طلع القرار وحتى لو دفعنا ما راح نسجل فمعناتها نستمر في بيتي مارتينيز مشاري بوف لويز قوستابو نجدد عقله يعني نشوف أي صرفة أنا تعبت نفسين والله تعبان نفسين قسم بالله أنا مفرض عندي حصانة يعني أنا من زمانة شجة من زمانة قبل البطولات وقبل أسوأ الأجيال مفرض عندي حصانة بس ما مادري ليش لابس النصر بعد يعني أنا بنتظر القرار صراحة بشوف نهايتها إذا ما راح نسجل فش نسجل اش نسوي لكن ما مسكت راسي زي كده فيه مصيبة خاص مع السلامة شباب أنا تعبان